ما بين الحاجات اللي خلت الأناماتر العرب قليلين هو عدم توفر دعم الفني قد كلما كنت صغير دخلت النادي اللي رسم وكنت متحمس رسم جوجو و ساسوكي بس في النهاية عطونا نرسم سبونج بوب وياريت لو كان سبونج بوب ملون كان مطبوع باللون أبيض والأسود حرفيا كان يشبر سبونج بوب من الدارك ويب كنا مفشوعين بس في النهاية رسمت لهم إبليس وضلعت وكرهوا لي في الفن وأموا الفن ويلي اخترعوا الفن كمان وتعرفوا ميني يلي أكره أكتر يلي يقول إرسومني ووجهه يشبه بمسيح الدرجال بس في النهاية في شي يعوض الأناماتر هو أنك ما تشتغل مجانا ولكن في فئات كهرنية الصراحة زي واحد مثلا متعد عليه 10 ثواني أناميشن ب30 دولار بس ويقول لك غالي وربي إنك نصاب مادريش وفي النهاية تلقى يشري الطق متعبان ب70 دولار أين المنطق في يوم طلب مني واحد مشهول أسوي لأناميشن لأغنيتها في يومين بس يومين بس الأناماتر يشغل يومين في نصب الستوري بورد وفي النهاية أسوي لي أناميشن في يومين وأنا أقول ليش الأناماتر ينقردوا في العالم العربي لأنهم يموتون من كترة الجعب بس لا تخافوا كانوا عنده وسبعة أرواح كان عنده وسبعة أرواح الحيص أرواح أتذكر في اليومين تلك ما أنمت فيها عيوني صارت سوداء من كترة الشغل وفي النهاية دفع لي 85 دولار بس نصاب في ناس يفكرون علشان أكون أناماتر لازم أشري أغلى تابرت وأغلى قلم وأغلى برنامج علشان أكون أناماتر ليش ليش وفي النهاية ما تعرف ترسم حتى دائرة أتكر لما كنت صغير كنت أستخدم جوان سامسونج جالاكسي اس 2 علشان أرسم بس خط واحد كنت أنتظر ثلاث ثواني الأيام ديك ما عرف كيف كنت صبور بس تعرفوا مين الصبور الصبور ذاك اللي لما يخلص مقطع من مقاطع يقول إينا جديد نريده جديد حالاً وإلا سوف نخطفك أنت وأبوك وأمك وأخوك وأمك Help me عدولة ما يقدروا يصبروا حتى أسبوع كيف تريد الجديد وجدول زمن يا حقي زي كده دراسة واجبات اختبارات اكتئاب تعليم على البود مشروع اكتئاب باختصار ما نقدر نفكر حتى بشي اسمه animation أما الأجانب يستيقظ من النوم ويرتاع من النوم ويريح لمدرسة مبسوط ويخرج مبسوط بدون واجبات واختبارات قليلة وعندهم اختصاص الانيميشن يحنا عندنا مدرسة الفنون جميلة أما في البداية كنت أحسبها جمعية خيرية بس في النهاية طلعت مدرسة فنون جميلة وات قالي واحد قاعدين يدرسون الانيميشن انت قلت ناااا Australians مستحيل وفي النهاية طلعوا يدرسون الانيميشن الناس تطورت و سوت برامج مجانية و في النهاية قاعدين يسوون اناميشن بالأشيطة بالأشيطة حق الكاميرا مين انتو متخافوا ربكم مين اخترعت طريقة هادي علشان نتعلم اناميشن ابغاه حي او ميت حالا تلقى واحد يدرس هناك اختص اناميشن اربع سنوات و في النهاية يسوي قناة اناميشن بقاشا لايف قلت اوكي اكيرو انت مو حق هناك اوكي لا تدفع لهم لا تدفع لهم اوكي لا تدفع لهم و في النهاية دفعت لهم و علشان يقبلوك لازم تسوي اختبار اختبار رسم و شفوي و كتابي بس لازم يرسلو لك دعوة الدعوة هادي ميكترة الانتدار نمت عندي لحيا ما رسلوه للدعوة قل لي واحد دفع لهم مسبقا انهم ما يقبلونه ولاد الحارة انا كنت مع ولاد الحارة يقبلون بس اصحاب الهايكلاس انصرين قلت بما انهم ما قبلوني على اقل ادخل اشوف من هدول اللي تم قبولهم و يا ريت ما دخلت يا نهر ازرق لو لقيت قوم قريش احسن من هالقوم اللي قابلتهم نصهم كانوا موحدين و نصهم كانوا من قوم لوط اقول لي واحد السلام عليكم يقول لي اثبت لي انا الله موجود اوكي والله يا مشاهدين لازم تحمدوا ربكم لانا في اناماتر عرب قسم بالله مبين الصعوبات اللي القاها كأناماتر هو ان مقاطعي قصيرة ارسم الفريم و القاها دقيقه واحده بس دقيقه واحده بس ما تخفوا ربكم في حل هو انك تخفض السرعة الى 12 فريم في الثانية بس ما تعجبني جودة الانيميشن في يوم قال لي معلمي ابتلينا بقوم يستخدمون 12 فريم في الثانية فقط ولا كنت منهم حسيت بالعر اوكي خلاص على الاقل اموت بشرف وعلشان تسوي مقطع 10 دقايق لازم 10 الاف فريم بالله تحسبوني انديزني انا مبين معاناة اللي اعاني منها صراحة يا تزيل الصوتي يا الله يلعن ام القرن الشيط مايك زمان اصلا ب40 دولار قلت الاخوي اذا لمسته راح تسمع من هو ربك في ثلاث ثواني اوكي ما لمسه كسروا في اسبوع واحد جزء منه نكسر والله اي رحق جزء من بين الحالات اللي يتيجي عند اغلب الرسامين حالات مثل الارت بلوك يعتبر العدول اعظم من عند الرسامين بس احنا الانيميتر ما عندنا شي اسمه الارت بلوك الارت بلوك هذا يقدر اي رسام يتغلب عليه بسهولة مثلا يخرج يسافر او يتابع فيلم او انيمي او مسلسل اما احنا لا احنا نقدر نتغلب عليه بسهولة بس في شي اخس منه مليون مرة انه برن اوت بالعربي يعني الاحتراق النفسي وهي حالة نفسية تدر عند شخص يرهق نفسه كثيرا كمثال الانيميتر اعراضها تقريبا مثل الاكتئاب تخليك انسان مرهق نفسيا وما يقدر يشغل على اشياء بسيطة زي مثلا خمس فريمات بس تحس من نفسك كأنك قاعد تضيع لوقتي كأنك ما تتطور ابدا المشكلة هو والدان ما يعرفون هالنوع من الامراض اذا اتشفوني مريد هالنوع من الامراض راح يحسبوني مرتبس من القيبة للجن جيبوا الشيخات قادر شلالي يجيبون شيخ نصاب ويقرأ عليك الرقية الشرعية الرقية الشرعية موجودة في يوتيوب ليش انت هنا ايوها الجن اخرج اخرج ايوها الكافر لاذ اتطفل علي يالله علي أيها الجن اصلني هلا انت مسلم ام كافر ام يهودي انا بودي امزح الرقية الشرعية ماتشتغل زي كده اذا شفتم انيماتر مرهق نفسيا لازم تتعاموه مدليا او معنويا اي شيء اي شيء حرفيا انا راح يقيس هذا الاشتراك واللايك اكتر من كافي اوكي لو لاحظتم ان الانيماتر العربي لنهدون بالاصابع بس في يوم جاني فضول ابغي اعرف ايش هي البرامج اللي يسخدمون الانيميات العرب في الانيميشن ما هي ادوبي انيميت ما هي فليبا كليب ما هي كي كر كريت كريتا يب اه كريتا ولا واحدة من هدول كانوا يستخدمون افتر ايثيكت وبروميان برو وفوترشوب قاعدين يسوون انيميشن بالبرامج المنتاج بس مع ذلك اهنيهم صراحة اهنيهم يستاهلوا افتر لايك و افتر الاشتراك بس يجي الكينج الاعظم البيك بوس هذا السألة اللي قلت لهم ايشي البرامج اللي تستخدمها قال لي كين ماستر مع مرور الوقت اكتشفت اني اسوأ استاد انيميشن في العالم حاولت اني ادرس اونلاين في ديسكور وكانت اسوأ حصة في التاريخ كانوا تقيبا خمسة عشر واحد في البث لما انتهيت لقيت اثنين بس من الكترة الملخ خلاص خرجوا وحدفوا الديسكور كنت سيء لدي الدرجة يا اخوان اوكي اتمنى اجبكم هذا الانيميشن اللي اخد مني نص عمري المهم سويت سيرفر كامل في ديسكور ياس بيبي مو شي في ذاك البروفيشنال بس نيه المهم يقضي غرض كان معكم اكيرو ودعا اشتركوا في القناة